حتى مطلع الفجر لم يكن سلاما ما جرى بتفاصيل السعي إلى جلسة تنتهي بتصويت على قانون تمويل العجز المالي لكن حصل ذلك في نهاية الأمر بعد شد وجذب وتعاظم للخلاف والاختلاف في أروقة البرلمان التصويت على القانون بالمجمع نعم الموافقة حاصلة مع الفجر ولد من مخاض عسير وصوت على القانون المنتظر لمنح رواتب يقول برلماني إنها ستغطي ثلاثة أشهر قانون عاصفت بجلسته مشاهد انسحاب كوتل كردستانية كانت رافضة لألية تحديد حصة الإقليم خلال مشاهدة كلامية تسيدت عمر الجلسة على أرقم المبالغ التي وردت في القانون مقاطع فيديو متداولة أظهرت رفض نواب دخول القاعة أثناء التوصل للتصويت وقد تكون الكافيتيريا ساحة امتداد التوتر الذي وصل حده رغما عن قرأ الجرس للحضور كل ذلك يصب في خلافات بين كوتل سياسية يذهب بعضها لكسر النصاب رفضا لسياسة الحكومة فيما طرف آخر يعترض على تفاصيل القانون بين هذا وذاك برز نص القانون باقتراح تخفيض قيمة القرض من 41 تريليون إلى 12 تريليون دينار وهو الذي اعتمد في جملة القانون المصوط عليه بعد نهاية جلسة قاسية ومع وجود كوتل تدعم غاياتها السياسية التي ترفض التوجه الحكومي من خلال كسر النصاب القانوني لمنع تمرير مشروع القانون بشكله الحالي إلا أنه مر ليمهد الطريق أمام الرواتب التي واجهت صعابا قبل توزيعها في وقت حرج يمر به العراقيون في ظل شتاء بارد ومظلم بفعل وباء كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة